تصعيد في اللهجة طغى على حديث الرئيس قيس سعيد ولوم شديد وجه إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب ترد الأوضاع في البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تتخللها صدمات سياسية غير مسبوقة في البلاد حديث الرئيس قيس سعيد لم يخل من توجيه رسائل تحذيرية صارمة في اتجاهات عديدة خاصة إلى حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي منبها إياه من التدخل في السلطة التنفيذية اليوم وقلت لهم ذات مرة هناك في الدستور ما يمكنني من اتخاذ قرارات لا يتوقعونها وسأعمل على أن أطبق الدستور حرفيا بالرغم من أنهم حاولوا توظيف الدستور لفائدتهم الدستور الذي وضعوه عليهم أن يطبقوه ولكن هذه المؤامرات التي تقع ثم التدخل بين السلطة التنفيذية عند رئيس الدولة وعند رئيس الحكومة أولى لقاءات التي تلت اجتماع قيس سعيد مع المشيشي كانت مع الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي والذي أكد خلاله الرئيس استعداده للحوار الوطني مرة أخرى تتجدد دعوة اتحاد الشغل ودعوة كذلك السيد الرئيس الجمهورية إلى الحوار من جديد ذلك أن إثر كل أزمة نعيد نفس ذاك الخطاب إلى الحوار من جديد وبنفس الشرط والألية ذلك أن دعوة سيد الرئيس الجمهورية أنه لا حوار دائما مع الفاسدين المعارضة بدورها تحركت بعد اعتداء قوات الأمن على طفل أثناء احتجاجات وتجريده من ثيابه مطالبة بسحب الثقة من المشيشي بصفته وزيرا للداخلية تبدو أسلحة الرئيس الدستورية محدودة في سياق نظام سياسي أضحى محل امتعاض من قطاع واسع من التونسيين وسط دعوات أطراف مدنية ونشطاء باستفتاء على تغيير النظام والدعوة إلى انتخابات مبكرة كمخرج للأزمة سيف الدين العام ريسكاي نيوز عربية تونس